السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني متابعي قناة ميكو بلوك. كما وعدتكم ان نقدم لكم انشارات كوفيد. اليومية. اليوم اربعة اثمانية الفين وواحد وعشرين. هنبدأ كما العادة بحملة الوطنية لتلقي حدد كوفجج ساس. المستفيدات والمستفيدون من تلقيه. الجرعة الاولى استفدوا ليومينها هذا احد اليومينها 14.581.750. المستفيدين من الجرعة الاولى يعني والجرعة التانية الجرعة الاولى والجرعة التانية يعني 10.574.472. اه بالنسبة الوضع الوبائي. انتقلوا الوضع الوبائي. الوضع العام. بالنسبة للحالة المؤكدة. فيها الحالة الجديدة. عشر علاف وستمائة وثلاثة ديال الحالات الجديدة لتزادت اليوم الوينجي نوينجيكم. لك تتوصل لعدد الإجمالي ديال الحالات من نعرفها تبتع هذا الجائحة. ستمائة وثلاثة الف مائتين وستو وثلاثة من نسبة للوفيات. عظم الله وإياكم. يقول اليوم رقم قياسي وهو ستوستين حالة وفات. ستوستين حالة وفات رحمه الله. ما كي يوصل لك يوصل لحالة. إجمالي الحالات من نعرفها بدأت هذه الجائحة. العشر علاف وخمستاش لحالة وفات جراء وباء كوفيد تسعتاش. نعرفها بدأت الجائحة. نبقى متعاف من و��وم المتعاف من بحالات اسبع الاف وسبعمية وسبعمية وسبعمية. الاشبع الشتوى ما كي وصل لعددamin خمسمائ وتنية وتمية واثمائية و الاشبعه بش coats. لا ف من الحالة الناشطة التي رأى مصابين في جل التراب الوطني في المغرب سين الف وخمسمائة وتسعة وسبعين حالة كوفيد نبقى انتقلوا التحاليل المنجزة التحاليل المنجزة ليومنا هذا تمانية وربعين الف وجوش تحليلة تمانية وربعين الف وجوش ديال التحاليل نخرج من 10638 حالات مؤكدة اجمالي التحاليل من النار فسبلت هذا الجائحة سبعات المليون 121 492 نمشيوا دابا الحالات الخطيرة او الحرجة الهدد اجمالي الف وتلتمية وربعات الحالات الخطيرة دابا اللي كنين في المغرب الحالات الجديدة اللي تزالت في 24 ساعة خطيرة يعني 312 الحالة اجمالي الحالة تحت التنفس الاصطناعي هاد الف وتلتمية وربعات الحالة اللي كنين فيهم ثمية وواحد وثلاثين تحت التنفس الاصطناعي ثمية وواحد وثلاثين تحت التنفس الاصطناعي التبقيك يكون غير تحت المراقبة في المستشفايات الحالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي وهو اخطر ما كاين هي سبعة وربعين حالة سبعة وربعين حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. يعني حالتهم سوية صعب بزاف. والحالة اللي اقل منها خطرة تحت تنفس طناعي كي عاونوهم بدك الوكسيجين هي 784 حالة. عمشي والواحد للمؤشيرات. مؤشر الاصابة التراكومي في المئة الف نسمة 1792.3. كل مئة الف نسمة يعني تصابت فيها 1792 حالة. مؤشر الاصابة في 24 ساعة. يعني كل مئة الف نسمة في 24 ساعة تصابت فيها 28. 28. هذا الملء الاسيرات الانعاج المخصصة لكوفيد. 41.9% يعني هلين قربوا النص ديال الاسيرات عادي يتعمر. نتمنى ان الله يخفف من هذا من هذا الوقت الحارج اللي وصلنا له عاو تاني فات الصيف هذا اللي احطمنا بهرقة الارقام القياسية السابقة. يعني دكش اللي كنا وصلنا له العام دي دازو هذا بعد العام هذا تعدينا الله نجينا ونجيكم. نسبة التعافية 89.9% يعني من اللي يتقاصوا بكورونا تعافوا من النوم تسعة وثمانية فاصلة جوش في المئة. دبعنا نشولة الدار البيضاء السابقة هي اللي كتحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات. 300 و 3523 حالة اصابة جديدة في الدار البيضاء. بالنسبة لفجهات الدار البيضاء السابقة. بالنسبة لعدد الوفاية السبعتاش. كتجير في المرحلة الاولى مدينة الدار البيضاء. 2460 حالة. 14 حالة الوفاة. ثم المحمدية 250 حالة. النواصر 214. من ديونة 177. الجديدة 137. 126 حالة الوفاة. بن سليمنة 67 حالة. لا. ما كانت شيء للوفاة. السيدي بالنور 52. لا تجري حالة للوفاة. 38. بررشيد جوش ديونة الحالة للوفاة. نشوي إلى جهات مراكش آسفي. 1480 حالة جديدة. عشرة الحالة للوفاة. بنسبة للمراكش. المدينة مراكش. 890 حالة جديدة. 380. قلعة الصراع عن 130 حالة جديدة. دون وفايات روح عملنا 126 حالة جديدة دون وفايات شيشاو 16 حالات دون وفايات الحوز 83 دون وفايات صغيرة 62 دون وفايات اليوسفية 50 جوج الوفايات اسف 22 دون وفايات نمشي الجهات الرباط سلال قليط رأى الثالثة في الترتيب 1318 حالة 10 حالات وفايات 300 بالنسبة للسخيرة اعتمارة 378 حالة اصابة 3 دون وفايات بالنسبة للمدينة الرباط 258 حالة وفاة واحدة بالنسبة للمدينة سلال 252 حالة اصابة 4 دون حالة الوفايات بالنسبة للمدينة القناطراء 222 حالة وفاة واحدة سلال قليط رأى الثالثة في الترتيب 134 حالة اصابة دون وفايات الخمسات 65 حالة وفاة واحدة سلال سليمان 19 حالة وفاة واحدة نمشي الجهات مؤسس ملسا 1153 حالة اصابة جديدة 1111 حالة اصابة جديدة المرحمة الله من نسبة للمدينة القناطراء الرباطنان 370 حالة اصابة جديدة 3 وفايات إنزل قنات منه 330 حالة دون وفايات تردان 216 حالة حالة وفاة واحدة سلال شتوكا يتبع 113 حالة جدد للوفايات تزني 73 حالة 4 الوفايات تعتار 47 حالة حالة وفاة واحدة من نسبة للمدينة القناطراء تطوان الحسيمة 165 حالة اصابة جديدة 3 وفايات 256 حالة اصابة جديدة بمدينة طنجة حالة وفاة واحدة المضيق الفنيذق 149 حالة وفاة واحدة تطوان 122 إصابة دون وفات، حسيم 180 إصابة دون وفات لعرائي سبعين إصابة حالة وفات وحيدة وزان 64 إصابة دون وفات، 32 أسابة دون وفات، الفحص الجراء 30 إصابة دون وفات، مفوجية الشق جاد الشاك 542 حالة إصابة جديدة جدل وفاية الناظر وفاة واحدة و 167 إصابة جديدة وجداء جاد 164 إصابة جديدة و وفاة واحدة دريوش 72 إصابة جديدة بركان 51 إصابة توريت 35 قرسيف 30 جراد 16 في قيك ستا دون وفاية جاد بنين مللال وخنيفرا 165 إصابة جديدة و 6 للحالة للوفاية تحتل فيها مدينة الفقاء بن صالح المرتبة الأولى ب 147 إصابة ثم تلية بنين ملال ومدينة بنين ملال ب 37 إصابة كثرة للوفاية جراء درباجيات ضرعة فيلات 378 إصابة جوج ديال الوفاية فهدنا 24% إصابة لرشيدة حالة سفاوات وفائت وفات وحيدة ودعو بسيدي افنين 163 إصابة دون وفايات Ноت 184 وفايات مدينة فاس 8 اصابه 2 وفاتين ملاعقوب ثلاثة ديال الإصابات دون وفاية جيات لعيون السقي الحمراء مئة وسبعين إصابة دون وفاية لعيون واحدوثين إصابات سمارو خبعهم سين إصابات بوجود سلولة إصابة طرف عياء تلتاشئة وآخرا جيات الداخلة والدهب ستوتسين إصابة دون وفاية مدينة والدهب اثنين وتسعين إصابات وثم مدينة اسرد أربعات الإصابات الآن ما كيبقى ليغين عاود نذكر بأن الفيروس عاود جاء باش يضرب بشدة مالنا إلا نتزموا بإجراءات الوقائية وإجراءات ونحترموا أوقات منها تنقل بدون سبب باش ننجيوا بلدنا وننجيوا المواطعين ديالنا كاملين والعائلت ديالنا وأخوتنا والولدنا والولدتنا من هذا الوباء كي يضرب قوة وأولي طول كي يبلي وشكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى أنشراء أخرى إن شاء الله